مأساة اقتصادية وبئية تشهدها ناحية النيل شمالي بابل تمثلت بنفوق الآلاف من المواشف الناحية بعد أن كانت ترفض أسواق محافظات الفرات الأوسط بمختلف اللحوم من الأبقار والأغنام والأسماك والسبب هنا موجة الجفاف التي ضربت الناحية فجاءت على كل شيء وأهلكت منطقة منكوبة خاصة نهر النيل وهل ترون هذا؟ هل ترون هذا الشيء صحيب؟ متروس نفايات وكان حلال حتى حلال بعد ماكو يعني وين يروح؟ تعفر بارينة بنصة ماكو 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 جفاف قوي هذه المنطقة تعاني من عدة مشاكل أولا هي التصحر قلة المياه موسى هذه المنطقة كثير من المناطق التي تقع على جدول النيل تعاني من هذه المشاكل موجة الجفاف الشديدة أجبر السكان ناحية النيل في بابل على النزوح من الناحية وبيع مواشيهم بأسعار بخصة والتهمين المسؤولين والحكومة بعدم الاكتراث لأزمتهم المستمرة منذ سنوات نحن الأزمة مالي المي موتتنا ما خلط بنا شوف الحلال مالتنا موت شوف البساتين موتت يعني شير تسرف لك على معانات المي؟ ماكو هكذا الحلال ماكو هذا ماكو هذا واحد من عتم جاري هاجر مش شرد يعني شكوا وين ماكو مي لا مطر لا مي بالجدول لا فرشي لذلك هذا هو احنا بس ياهل يجي ماكو لا مسؤول ولا واحد يوصلنا هست اليوم أنا اليوم بالناحية قالوا اليوم راح يوصلكم المي يا حبي وين المي قلت لهم وبحسب سكان ناحية النيل فأن أسواق الناحية بدت خالية من الأسماك ما تسبب بارتفاع أسعارها إلى ثلاثة أضعاف ليصبح بذلك صيادون عاجزين عن توفير لقمة عيشهم الوحيد الأمر الذي أدى إلى خسارة كبيرة في الثروة الحيوانية لناحية تعد فيها تربية الحيوانات المصدر الرئيس لمعيشة سكانها اشتركوا في القناة